شهدت أسعار النفط ارتفاعا في أسواق إياس اليوم مع تجدد الأمال في اتفاق على الحد من إنتاجه في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك و أسعي أعضاء فيها لتسوية خلافاتهم بهذا الخصوص قبل اجتماعهم في فيينا في الثلاثين من الشهر الجاري وقالت تقارير صحفية إن قطرة والجزائر وفنزويلا تسعى لتجاوز الانقسام بين أكبر منتجين منظمة قبيل الاجتماع فيما لا تزال الخلافات قائمة بين السعودية وإيران والعراق بشأن سبل كبح المعروض لتقليص تخمة الأسواق العالمية وكانت الدول الأعضاء في منظمة أوبيك توصلت إلى اتفاق على تخفيض الانتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا على أن تحد حصص التخفيض لكل دولة في المنظمة خلال اجتماعها الشهر الجاري